لا شك أستاذ محمد بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة لهدف واحد ألا وهو عبادة الله جل وعلا وضح الله عز وجل الهدف من خلق الإنسان في هذه الحياة فقال جل شأنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وسخر الله عز وجل كثيرا من النعم لهذا الإنسان من أجل أن يقوم بهذه الوظيفة لذلك لو نظرت إلى نفسك أيها الإنسان لوجدت أن هذه الجوارح التي خلقها الله عز وجل فيك وأبدع صنعها من أجل ماذا من أجل أن تقيم هذا الهدف وهو أن تكون عبدا لله رب العالمين من أجل ذلك كل هذه النعم ينبغي أن تسخرها لما خلقت له ومن هذه النعم التي من الله عز وجل بها على بني الإنسان ألا وهي نعمة اللسان ونعمة البيان فهذه نعمة قد لا يظن البعض أنها ليست من تعداد النعم بل على العكس هي من أعظم النعم التي امتنى الله عز وجل بها على الإنسان لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في اكتاب علمه البيان من الذي علمك ومن الذي أنطقك أيها الإنسان إنه الله تبارك وتعالى فهذه نعمة لذلك أنت عندما تريد أن تعبر عن نفسك وعن مشاعرك وعن ذاتك فبأي طريقة تعبر إن لم يكن هذا البيان صنعه الله عز وجل فيك أيها الإنسان لذلك هذه نعمة ينبغي أن نستغلها في عبوديتنا لله تبارك وتعالى فلا نستخدم هذه الجارحة ولا هذا اللسان إلا من أجل عبادة الله تبارك وتعالى نعم طيب فضلت الدكتور يعني أنا يعني الوقت أريد أن أتأمل في هذا الأمر طبعا حضرتك تفضلت وقلت لنا إنه فعلا كل الجوارح نعم وإن إحنا يعني بنخاطب أنفسنا أولا وربنا نفعل بما علمنا ورب نعم طبعا يعني الأحبة الأكارم اللي بيشوفونا دلوقتي فحضرتك ذكرت لنا إنه كل الجوارح نعم مسخرة لله عز وجل نعم يعني هذه اليد لا بد أن تكون وتحمل الخير نعم وتحمل الحلال نعم صحيح وهذه الأرجل التي خلقنا الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلقها لا بد أن تمشي في الحلال ولا تمشي في الحرام هذه الأذن التي خلقها الله سبحانه وتعالى تسمع الحلال نعم وهذه العين ترى الحلال ولا ترى الحرام نعم وهذه الأنف تشم وهذا اللسان بقى هو اللي احنا بنتكلم عليه فأنا بس يعني لمس معي أو كلام حضرتك إن كل الجوارح نعم مسخرة لعبادة الله عز وجل نعم وسيادتك ذكرت الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليبوء ما إلا حضرك أستاذنا صحيح اللي هو أسلوب الاستثناء نعم وهو مهم جدا إلا ليعبدوني نعم نعم والإلاملام التعليل هنا فطبعا يعني السبب في خلق هذا الإنسان وفي خلق كل الجوارح أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى أنها تعبد الله سبحانه وتعالى طيب يا دكتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة